صباح الخير دائماً نحكي أنه نخلي منازلنا الملاذ المريح لنا نفسياً فقرة الديكور مهمة بهذا المشال قديش نحن نقدر نتصالح مع محيطنا رح نتحدث بفقرة الديكور عن الأسقف على أنواعها مع مهندسة الديكور ميش حال صباح الخير ميش صباح النور أهلاً سهلاً فيكي دائماً نحكي أنه الديكور له أهمية لا يعتبر جانب أنا أعتبره ثانوي لأنه الواحد بالآخر لو مش عجبته كل الدنيا بده يروح على بيته ويكون مرتاح مع محيط نحكي عن أهمية الأسقف بالديكور قديش مهمة؟ الأسقف أنا بالنسبة للي بعتبرها إشي أساسي وبالنسبة للي بعتبرها الجدار الخامس بأي فراغ معماري من التعامل معه لأنه أكتر مساحة للديزاينر اللي حتى يبدع هو عبارة عن السقف فالسقف ممكن تشتغلي فيه موضوع التكييف موضوع الإنارة يعني كل الحلول أو التريتمنت اللي منحتاجها جوه البيت ممكن يكون السقف هو الملاذ اللي ديزاينر بلجأ له لحتى يعالج كل المشاكل الموجودة بالمشروع اللي بتعامل معه أفكرة مرات إحنا منفكر أن خلاص سقف يعني بده يكون ما فيش فيه إشي أو مائل أو أهمية ولكن بالعكس فيه أنواع كتير من الأسقف وكتير بتفرق على جو البيت اللي بيهتم بالسقف وخصوصا مع الإضاءة بيغير كل جو البيت شو أنواع الأسقف الموجودة عندنا مي هلأ صراحة تانا هلأ كتير صار فيه مواد جديدة بالسوق موجودة لحتى ديزاينر يبدع أكتر يطلع بأفكار جديدة هلأ في عنا اللي هي الأسقف البلاستيكية اللي بتتحمى ممكن تكون بشكل ستريت وممكن نعملها بشكل ويفي في عنا ممكن نستخدم المنجور بالسقف بكافة أشكاله الكافة أنواع الأخشاب ممكن برضو نستخدم الوال بيبر الوال بيبر بيعطي كمان جمالية بس بفضل لما نروح للوال بيبر نعمل تريتمنت قبل للسقف لحتى يطلع الفنيشينج طبعه مضبوط يعني كتير في مواد هلأ مولودة إذا نحكي تريتمنت إذا فيه نتوءات أو مشاكل قبل ما نحط الوال بيبر لأنه معظم ورش عمان بالعادة أو شدران الورق الأسقف الإقصارة مش كتير بيعطوها عناية مثل إصارة تبع الحيطان فبتلاقي دايما فيه عروجة نتوءات وبتبين هاي أكتر شي لما ديزاينر يحط إنارة مخفية على الداير هاي النتوءات إذا ما كان معملها معالجة من قبل رح تبين بلما تضوي السقف رح تبين كل هاي المشاكل باللوك النهائي أو النتيجة النهائية للسقف يعني فيه طريقة بتكون معينة لمعالجة الأسقف هلا أنا بفضل وهي كلفتها مش كتير عالية إنه دايما إذا بدنا نلجأ للإنارة المخفية نركزها على الأسقف نعمل قبل معالجة جبسن بورد سادة كلفتها كتير قليلة ممكن يتصفح فيه السقف بعدين نعمل الدروب اللي بدنا إياه على الداير طبعا لازم لما نعمل هذا الدروب هلا الناس بيستخفوا فيه أحيانا وبحطوه بس كحدود خارجية للسالون هذا الدروب مفروض يندرس كتير مزبوط مع توزيع الأثاث لحتى نستفيد منه بخلق زونينج خلق تقطيع السالون لمساحات بلس البوكس هاد نستغله نعمل فيه جروف جانبي لحتى إذا لجأنا بعد هيك لتركيب منجور تركيب ورق جدران يكون فيه عندنا جروف نقدر ندخل بقلبه التفاصيل هاي لحتى ما تلتقي مادتين مع بعض لأنه التقاء المواد دانا بالنهاية بيعطينا شوي مشاكل بالفينيشينج النهائي رح نستعرض مجموعة من الصور لكن قبل ما ندخل بالتفاصيل دائماً عندنا مدرستين وفيه مدرسة ثالثة اللي هو بين المودرن وبين الكلاسيك وبين النيو كلاسيك أهمية الأسقف بكل مدرسة تعتبر بنفس الأهمية ولا فيه إيش أكتر من إيش هلا دانا زي ما قلت قبل أنا السقف فعلياً بعتبره جدار خامس ما بيقل أهمية عن أي حط بالبيت لازم نعطيه عناية وأنا بعتبر البيت حلو إذا كان البيت هذا حلو بدون العفش يعني العفش بعتبره بس مكمل مكمل بس الأساس أنه تشوفي البيت حلو بإنارته بالأسقف تبعته لأنه السقف الواحد لما يدخل نظره دائماً متوجه لفوق فالسقف لازم يكون لوحة نعم معنا هلا أول صورة مضبوط أحكي لنا عنها هلا هون السقف عملناه عبارة عن استغلت أنه في عندي تكييف لما يكون فيه تكييف من نعمل منسيب بالسقف فدرجت السقف لحتى يعطي غمق أكتر رجعنا ردينا على الشكل الدائري اللي بالسقف بيه شباك دائري بالصورة اللي قبل تمام هون هون نيو كلاسيك دانا نيو كلاسيك اللي هو بين المودرن وبين الكلاسيك مضبوط وفيه شوية تتش أر ديكو هون عملنا القبة بالمدخل بس القبة بنا ننتبه لشغلة دائما تكون بالمداخل بس ما تكون بالمناطق اللي منعط فيها لأنه القبة إذا قعدتي تحتيها رح تلاحظي فيه صدى صوت صدى طبعا فحتكون مزعجة شوي هون غرفة نوم رئيسية هذا السقف إذا بتلاحظي دانا كل الأسقف اللي عم نشوفها ارتفاعاتها بين مترين وسبعين مترين وثمانين هلأ المتعرف عليه مترين وسبعين صح؟ تقريبا كل بيوت عمان مترين وسبعين فدايما بواجه مشكلة لأنه مثلا مي ما بدنا نوطي السقف لأنه ما بدنا السقف يوطى بزيادة أنا بحاب يوطى أنا العشرة سانتي أو الاثنى عشر سانتي أولد سيل خمسة عشر سانتي هدول ما رح يأسروا لأنه رح يخلي الواحد يركز أكتر على الديزاين المعمول بالسقف يغض النظر عن موضوع الارتفاع القليل تبع السقف يعني هم الناس عم بيفضلوا الارتفاع الكبير إنه بيقولوا لي مي السقف بنياع عالي إنه خليه هيك بالعكس أنا دايما بجرب إنه أكون عند رأيي إنه لا خلينا نعمل ديزاين خفيف بس يشوفوا النتيجة النهائية وجود الإنارة المخفية بيخلي العين ما تحس إنه السقف هاد واطي لأنه بتعطي لا نهاية للمنطقة الوسطية هنعم نشوف خشب إذا مشغلطانا هادا سقف عالي الأسقف العالية بتساعدني إنه أعمل شوي أكون أجرق بالديزاين هون عملنا زي أهرامات نازلين لتحت بالجربسن بورد رجعنا حطينا بالنهاية مورانو تريات مورانو بتكمل هذا الشكل الهرامي طبعا هاي الغرفة بيور أرديكو يعني أرديكو مودرن هادا سقف تاني بمعايشة نفذنا عملنا عبارة عن إنارة مخفية تتقاطع مع سقف واطي هاي مريبة هاي بتروح أكتر مورانو تبعا أنا الأسقف بحب تكون لوحة يعني عندي إياها فن يعني شغف بالأسقف بس ما هو الشطارة مي إنه كيف يكون جمالي بمسل وقت إحدا بدنا بيت منور يعني ببيت الإضاءة في مريحة مزبوط هنا برضو عامل مهند أكيد لأنه شوفي دانا لما يكون السقف عبارة عن بطون صعب تتحكمي بالسبوتات زي ما بدك صح بلس السبوت الرح ينحط ما رح يكون معه محول فحيكون عمره الافتراضي كتير قليل صح السبوتات على المدى الطويل هي فعليا أوفر لأنه بتقدر تحطي سبوت مع محول ليد هذا كله بوفر بمفروف الكهرباء اللي قدام والليد ما نخاف منه هو موفر يعتبر الطاقة أكيد طبعا هذا مطقة الكلاسيك مرأة عنه هذه عبارة عن غرفة مكملة للي شفناها قبل شوي منطقة زي منطقة داينينغ صغيرة للي شفناها الدوائر التلاتة البقى البعد هنا في لوحة فوق برضو حلوة هاي عملناها بترس حطيت زبوني عراقي هنا فاستخدمنا لوحة لنهر دجلة هادي لسه ما تعفشت شوفي قدي حلو من دون العفش هادي اللي كنت أحكي عنه قبل شوي إنه بحب أشوف قيمة الشغل تبعي قبل ما أحط العفش لحتى أخذ حكم مظبوط عليه صح صح يعني انا هون ماي عم نشوف شغلك صح نعم هذا كله مش أشياء بين الإنترنت لا 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 أبدا كله تصميم وتنفيذي برافو هاي ورشة أر ديكو استخدم شوفي اللخطوط المربعة هاي أنا كتير بحب الستايل أر ديكو بيورشي أر ديكو عبارة عن مدرسة كتير قديمة بس هلأ رجعت كتير أن اللي هي اللي هي عبارة عن يعني أخذنا كل الأر ديكو إذا بدك تشتغليه كتير هادي نحنا أنا جربت إني أحدثه شوي عم باشتغله بطريقة أر ديكو مودرن لأنه إذا بدأ أشتغله ببيور أر ديكو شوي هادي وستايله شوي قديم فأنا عم بجرب أحدث فيه يعني ما شو بيعتمد أكتر إشي أر ديكو مدرسة كتير كبيرة بدها حلقة لحالها يعني شوي فيها خطوط فرعونية كتير بيستخدموا يعني كتير ماخدين رفرنس لإلهم بالضبط فنحنا مناخد هاي الخطوط تبعتهم وعم بدخلها بطريقة مودرن فعم يطلع نتيجة عن جد كتير حلوة تمام طب ممكن ما يكون فيه علاقة بين ديزاين أو تصميم السقف وبين توزيع الأثاث في البيت أكيد طبعا هاد اشي أساسي أي مشروع نحنا ممكن الصور شفناها كتير متطورة وللستات البيوتي لقوها صعبة إنه نحنا صعب ننفذها بس ممكن ياخدوا أبسط شي منها إنه دايما السقف هو عبارة عن أرض بالحقيقة يعني إيش يعني مثلا ستة البيت تحسب أكم قطعة عفش عندها وين الطاولة وتعكس هذا الحكي بالسقف لحتى لما تحط اللترية تكون اللترية بالضبط centered فوق الكوفي تيبل الوسطية لا يكون فيه إزاحة يعني ضروري يندرس العفش مع السقف هذا إشي كتير أساسي مع ألوان معينة أنت للسقف الناس بحبوا بيروحوا على الألوان طبعا الفاتحة بيعطي فضة بيعطي مساحة ممكن نكون جريئين نغمق بالألوان أو نغير صراحة أنا مش كتير بحب أغمق بألوان السقف بحب يكون فيه تونينج يعني بحب مثلا بيج مع بيج أغمق مثلا سكني فاتح مع سكني شوي أغمق بس ما بحب أروح على الألوان الغامقة بس فيه ورش ريتني جيب صورهم سترتش سيلنج أسود تخيلي بس لأنه سترتش سيلنج ولميع ما عم بتحسي بالوطي لأنه رفلك يعني يعمل إنعكاس ما عم بتحسي إنه سقف واطي بس الأسقف الغامقة مش كتير أنا بحبزها إلا إذا كانت يعني تطعيم مش إنه كل السقف تعطي لون واحد طيب نصيحة أخيرة بتقدميها لكل الحابب يغير من بيته ومش عارش بديه يختار للسقف نصيحة أخيرة شوفي السقف أنا بالنسبة لي بعتبره شغف ويعني أهم شي عندي بالديزاين هو السقف فصاحبة البيت ما تخاف إنه لو كان سقف هواطي إنه تلجأ لموضوع الأسقف لأنه الإنارة المخفية عن جد لما تركب تعطي كيلة نهاية للسقف والسقف لازم يكون عبارة عن لوحة وممكن هذا الحكي يكون بكلف بسيطة لحتى تاخد نتيجة كبيرة بالنهاية شكراً لك ميش حادة إن شاء الله تكون دائماً المعلومات اللي عم نقدمها هم إشي عملية يعني مش إشي مكلف أو متكلف يكون عملية عشان الواحد يقدر يغير من شكراً للمتابعة وما تنسوا تشتركوا في القناة لتشوفوا كل شي جديد